في ظل التدعيات الاقتصادية العالمية وما يشهده العالم من حالة الطراب وعدم استقرار أثرت في الأسواق العالمية وأدت إلى عدم انتظام عمليات الانتاج والتصدير لكثير من دول العالم تقوم الدولة بجهود كبيرة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن يعني الكهرباء أنتوا مش خدتوا قرار بأن انتوا متزودوا هاش مش كده يعني الدكتور مصطفى كنت بنتكلم في موضوع التسحيل الكهرباء وقلنا ايه تبقى لتالت مرة تالت مرة نأجل البرنامج لزروف عشان ما يبقاش حملة على الناس مع الوضع في الاعتبر أنا بتكلم على 17 مليون مشترك مش كده ولا 17 مليون مشترك يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من 8 الطاقة رغم تزايد أسعار الطاقة عالميا رفضت دولة تحميل المواطن أعباء إضافية حيث تحملت فرق أسعار الوقود لما له من انعكاسات على جميع السلع التي ستتطلب النقل بين المحافظات ومن ثم فإن زيادة تكلفة النقل سيقابلها زيادة في أسعار السلع فضلا عن تأجيل رفع زيادة المقررة لتعريفة الكهرباء للمرة الثالثة على التوالي متحملة جزءا كبيرا من الزيادة لعدم ضغط على المواطنين كذلك نجحت أدولة في توفير جميع السلع وبأسعار مناسبة فضلا عن تنظيم كثير من المعارض للسلع الاستراتيجية بأسعار تناسب جميع الشرائح المجتمع مع تخفيضات وصلت إلى 60% وهو ما قلل من التدعيات العالمية ونجحت أدولة أيضا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع فضلا عن زيادة مخزون السلع الاستراتيجية ليكفي مدة 6 أشهر ومع جهود الإصلاح الاقتصادي وتحول إلى الاقتصاد المرن تضع الدولة المواطنة نصب عينها فرغم ارتفاع حالة التضخم بشكل كبير في كثير من دول العالم خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية عملت الحكومة على أن تكون الزيادات على المواطن في حدود تحمله وهو ما أدى إلى نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات المختلفة